كتاكيد تانية سانة وحبايب قلبي هنروح نحل مع بعض دلوقتي قسلت اليوم بتاعة يوم الثلاث الموافق خمستاشر اكتوبر اعتقد عشرين اربعة وعشرين سؤالين جبر والسؤالين حساب مسلسات اول سؤال بيقول لي دال دالة فردية مش اعدي المقطة ده كده دالة فردية يبقى متمسلحة ولنطة الاصل بيان ايه وبتعرف عليها جبريا ان دالة سالب سين تساوي سالب دالة سين وان لو منحناها بيمر بالنقطة الف وبه يبقى يمر ايضا بالنقطة سالب الف وسالب به قالك ودالة سالب اربعة بواحد يعني ايه دالة سالب اربعة بواحد يعني عندي نقطة تقع على منحنة دالة دال احداثياتها سلب اربعة وواحد. وطالما ده الفردية فلو دي على المنحنة تبقى صورتها بالانعكاس في نقطة الاصل كمان على المنحنة. يبقى النقطة دي لو على المنحنة بتاعة الدلالفردية تبقى صورتها زي ما قلت لك الف وبيه تبقى سلب الف وسلب به كمان نقطة على المنحنة. طالما دي نقطة على المنحنة يعني دلت اربعة بسلب واحد. هو منديك دلت اربعة خمسة ماصر واثنين كاف. يبقى انا هاشين دي واحط خمسة ناصbased اتنين كاف بسالب واحد. يبقى اتنين كاف بستة. يبقى كاف بدلاتية. ممكن احلا بطريقة تانية. هي هي بس بالصياغة مختلفة او شغلة مختال MUSIC طالما اتدل فردية يبقى دلت سالب سين دلت سالب اربعة هيا هي سالب دلت سين. يعني سالب دلت اربعة بواحد. يعني دلت اربعة بسلب واحد. يبقى هشيل دي وحط سلب واحد واحد. هيطلع لي الكاف بتلاتة. ادي اول سؤال في اللذيذ منه. عايز حد فاهم بس. تاني سؤال. بيقول الجدول المقابل يمثل سين وده السين وره سين. سين بواحد واثنين وتلاتة واربعة. دلت سين. دي التلاتة ديته مقصود ان هي دلت واحد. دلت واحد. الواحد ده دلت اتنين وهكزا. ودي ره واحد. ودي ره اتنين وهكزا. عايز ره تركيب دل واحد. ره تركيب دل واحد دي يا حبيب قلبي. يعني ره بين قصين دل واحد. طيب تعال نجيب دل واحد دي. دل واحد دي يعني اشوف لما سين بواحد دلت سين بكام? لما سين بواحد دلت سين بتلاتة. يبقى دل واحد بتلاتة. يبقى انا عايز ره تلاتة. ره تلاتة جابها منين? اشوف لما سين بتلاتة ره بكام? ره باتنين بس ادي جابت اول واحد تاني واحدة عايزت دل تركيب ره ثلاث دي معناها دل بين قصين ره ثلاث بجيبها ازاي اولا هجيب ره ثلاثة منين اشوف لما سيم بتلاتة ره سيم بكام باتنين يبقى ره ثلاثة باتنين طب اجيب دل اتنين منين اشوف لما سيم باتنين دل بكام لما سيم باتنين دل تسيم بواحد يبقى دي بواحد شكرا هدي الحالة اللي بعده رقم ثلاثة بيقول لك الف به جيم مسلس فيه جا الف زائد جا به بيساوي كذا والف شرطة زائد به شرطة بيساوي كذا فهاتلي جيم شرطة طيب واضح ان في قاعدة جيب هنستخدمها قاعدة الجيب بتقول ان الف شرطة على جا الف بيساوي به شرطة على جا به بيساوي جيم شرطة على جا جيم بيساوي مجموع المقدمات يعني محيط المسلس على مجموع جيوب الزوايا هي دي نص قاعدة الجيب بيساوي اتنين نقحة هيصنق نص قطرة دايرة الخارجة عن المسلس او المرة بالوصف مين فيهم مناسب للمعطاط ولا واحد طيب نعمل ايه والله لا شاف ان هو هنا جامع جا الف مع جا به وهنا جامع الف شرطة مع به شرطة يعني كأنه جامع بسط دي مع دي وجامع المقام هنه طيب مش دي بتساوي دي بتساوي دي يبقى دي تساوي مجموع مقدمات دول عادي جدا على مجموع التوالي اهو الحركة الصيعة دي تخلينا حل السؤال بسهولة شديدة لان انا عايز جيم شرطة فعايز اخلص من دول طب ما انا مديك دول بكام هنا دي هتنزل جيم شرطة على جا جيم زي ما هي وانا مديك الف شرطة زائد به شرطة باثنين جيم شرطة زائد سبعة باشا ومديك ان جا الف زائد جا به بتلاتة جا جيم خلص الكلام يعني الحركة العبيطة اللي عملناها دي بتاعت ان مجموع المقدمات على مجموع التوالي بيساوي احدى النسب عملناها طبقا لشكل السؤال فحلنا بسرعة فجاء جيم هنضرب فيها تروح ونعمل مقصات يبقى تلاتة جيم شرطة بيساوي الكلام ده دخل بعكس الاشارة يبقى جيم شرطة بسبعة سنتيمتر بس جميل وخفيف ولطيف وفي فكرة حلوة كده رجالة دول الثلاثة بتاعت قسلت اليوم كان فيه سؤال رابع بس السؤال للأسف الدزاينر كتبه غلط وانا المصدر او يعني التعديلة بتاعت السؤال هبعدله وحطه في قسلت اليوم بتاعت بكرة ان شاء الله لأ بتاعت يوم الخميس بقى تمام الرابع ده فهما ثلاثة السؤال النهاردة بس كده كويس قوي واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بالتوفيق سلام عليكم